ارمي تلاتة جنيه في قلب الكيس قبل عيد الاضحى وانتي هتشوفي الخير كله هجيبي كده تلاتة جنيه من عندك وهتحطيهم في الكيس بالشكل اللي انتو شايفينه ده النهاردة فيديو جميل كله افكار وحية لحطيه اللي لايك كده واشتركي في قناتي لو انت لسه جديد عندي عشان باذن الله يوصلك مني كل جديد تعالوا مع بعض نسمي الله ونصلى على الرسول في التعليقات ويتنسي تقولي لي بتشاهديني من اي بلد تعالي كده نشوف اول فكرة معينا اي هي او اول حاجة انا ح نسئل عليها كتير جدا في التعليقات تعالي يا ست الكل اقولك لو انت حاب تجيبي اه المفرش بتاع الرخيمة هقولك بقى على احسب مفرش بتاع الرخيمة وانت عند الرجل بتشتريه لازم تفتحيه بالشكل ده ويكون الظهر بتاعه سلفر زي ما انت شايفة كده لازم يكون الظهر بتاعه آآ سلفر زي ما انت شايفة كده علشان خاطر النوعية بتاعته تبقى حلوة في نوعية كده بتبقى عاملة زي الورق مش حلوة خالص هو الرهالج دلوقتي وانا بطلعها ما بتبقاش ح حلوة وكمان بتتقشر وبتتكحت بسهولة انما المفرش دا حلو جدا زي ما انتو شايفينه بيدي لمعة كده وبيعود كتير جدا معاكي وبتخسليه وبتعملي في كل حاجة وكمان حراري ممكن ان انت تحطي عليه اي حاجة سخنة ما بيتلسعش ولا بيجراله اي حاجة فاحسن مفرش زي ما قلتلك آآ آآ ووريتك الظهر بتاعه بيبقى شكله بالشكل ده ده المفرش طبعا القديمي اللي كان قبل كده ده كان ظهره زي ما انتو شايفين ظهره انا كنت م كحته شكله بالشكل اللي انت شايفينه ده توحش جدا وبتكحت زي ما انتو شايفين في الجنب مكحت ازاي? فاحسن طريقة اللي انت تشيلي بيها المفرش بتاعك هو بالمقشض. اسهل طريقة وكمان اضمن طريقة ان انت تشيلي بيها آآ المفرش لو لازق عندك عرو خيمة هو بالمقشض بالشكل ده كده ما تتعبش نفسك ان انت تشيلي آآ آآ مسلا بسكينة او بحاجة لقدر الله ممكن تتعوري فالمقشضة اللي انتو شايفينه في ايدي ده بتشيليه بكل سهولة وبيط معاكي بالشكل اللي انتو شايفينه ده على طول وكل سهولة ما بياخدش معاكي وقت ولا مجهود خالص تعالي بقى انت لما تيجي تنظفي آآ الرخامة ايوا تتعبي نفسك برضو وتحطي على الرخامة سلك او تدعكيها بالسلك لأ ماينفعش اني تدعكيها بالسلك لاني حتى لو دعكتها بالسلك هتلايها برضو ملزقة كده ومطرح المفرش موجود فيها هتحطي بس عليها شوية كده مية بصابون يعني توزع كده عليها شوية مية بصابون وبعدين برضو تعمليها بالمقشط بنفس الطريقة بكده هتطلع كل المادة اللازجة اللي موجودة فيها هنهوريكي دلوقتي شايفين المنظر كل ده طبعا مستحيل يطلع معاكي في السلك ولازم طبعا تنظفي الرخامة كويس جدا قبل ما تحطي عليها مفرش تاني فبالمقشط بالشكل اللي انتو شايفين هو ده بيطلع كل المادة اللازجة اللي موجودة على الرخامة بكل سهولة معاكي ومن غير اي تعب ولا مجهود منك شايفين شايفين المادة اللازجة اللي موجودة على الرخامة بتطلع معاكي بكل السهولة تعالي بقى قولك على فكرة حلوة جدا قبل لايك كده لازم تعمليها علشان تلاقي شقةك كده تكون لها آآ بتنور ونظيفة جدا من غير اي تعب ولا مجهود منك هتجيب كده شراب عندك يكون قديم وهتلبسي في ايدك بالشكل ده وهتجيب كده حتة صغيرة جدا من الفزلين وهتوزعيها على الشراب بالشكل اللي انتو شايفينه ده تمام جدا كده طب هنعمل بها ايه هننظف بها الشقة كلها وهتبقى الشقة معانا زي الفل تعالي بقى يا ست الكل اقولك هنعمل بها ايه حتة الفزلين الصغيرة جدا دي هتعمل معانا المعجزات هتيجي كده عند العفش بتاعك الخشب بتاع القوضة بتاعت النوم بتاعتك الخشب بتاع المطبخ اي خشب عندك هتلمعيه بالشكل اللي انتو شايفينه ده هيبقى معاك بيضوي كده وبيلمع ويبقى زي الفل معاكي من غير اي تعب ولا مجهود منك وكمان الشراب في ايديكي مش هتبزيلي اي مجهود انت بس يا دوبك كده هتمشي الشراب على اي عفشة عندك او على اي خشب عندك هيبقى معاك زي الفل زي ما انتو شايفين كده بجد الفكرة دي حلوة جدا وانا باعتمدها على طول في تنظيف وتلميع الخشب عندي ومش هتفرق خالص نوع الخشب اللي عندك او لونه اي لون او اي نوع خشب عندك بتعمليه بالطريقة دي حتى الببان كمان بتعمليها بنفس الطريقة تعالي بقى يا ست الكل ارمي تلاتة جنيه كده في الكيس واعملي النهاردة فكرة حلوة جدا في العيد زي ما انتم شايفين كده ده انا حطيت تلاتة جنيه في الكيس وبدأت ان انا احط كمان جوة الكيس تمام جدا كده بدأت ان انا بقى احط جوة الكيس شوية كده من المية بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهنستخدمها بقى في ايه هنحط شوية مية كده في الكيس وهتبدأ ان انت تقفلي الكيس كويس جدا وده هيبقى لاستخدام آآ ممكن ان ان انت تعلقيه هتقفلي بس الكيس كويس جدا الاول وكمان هتحطي عليه توكا علشان يبقى مستهل ان ان انت تعلقيه تمام جدا كده هنحط بقى في الكيس هنعلق فيه توكا بالشكل ده بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهنبتدي ان احنا نعلقه في اي مكان بقى عندنا في المطبخ او قدام باب الشقة او في اي مكان وانت كده فتح الباب او الشباك مستحيل اي دبان ولا اي نموسة يدخله عندك لان الكيس بيعمل اناكاس للنموس او الدبان مستحيل يدخله عندك جراب الطريقة دي هتمنع عندك اي نموس او دبان يدخل بيتك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بجد فكرة حلوة جدا لان العين بتاعت النموس او الدبان بتبقى عين مركبة فبتشوف الجنهات او المية دي بشكل كبير جدا فبتخاف تدخل البيت ده قرب الطريقة دي بجد حلوة جدا طبعا اليومين دول الطفاح البلدي اه موجود كتير جدا في السوق تعالي بقى اقولك على طريقة حلوة جدا تقطعي بها الطفاح اوة تقطعي تاني بالسكينة هاتي مقورة كده وتعالي بقى عند الطفاح بتاعك واقوري الطفاح ايه واقوري الطفاح زي ما بتقوري كده البتنجان والكوسة هنقور النهاردة برضو الطفاح احسن طريقة اه لتقطيع الطفاح هي بالمقورة بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالطريقة دي هتطلعي كل القلب اللي موجود جهة طفاح اللي في بزر زي ما انتو شايفين كده طلع معايا حتة واحدة بس اهم حاجة تحطي المقورة من عند العنقود بالزبط هيطلع معاكي اه كله بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتبتدي ان انتي تقطعيه بالشكل ده هيبقى كده حلقات وهيبقى شكله جميل جدا وشيك لو انتي بتقدميه حد او حتى لبيتك او لأولادك او لجوزك بيبقى برضو شكله شيك جدا وفي نفس الوقت ما بتهدريش منه كتير هي الحتة بس اللي طلعت دي وباقي التفاح كله بيبقى معاك زي الفل زي ما انتم شايفين كده ما بيبقاش في بزر خالص احسن طريقة لتقطيع التفاح هي الطريقة دي ودي التفاحة معانا اهي الفكرة دي حلوة جدا وانا بعملها كل سنة لتقطيع التفاح اعمليها انت كمان واعتمديها فكرة حلوة وبسيطة وفي نفس الوقت ما بتهدرش خالص من التفاح هاتيلي كده يا ست لكل شكتين زي ما انت شايفة كده وحطيهم عكس عكاس بعضها هنعمل بيهم فكرة حلوة جدا هات الشكتين وتوكا وتعالي هنعمل بيهم فكرة حلوة جدا هتجيبي كده الشكتين وهتحطيهم عكس عكاس بعض بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهتبتدي ان انت تجيب التوكة بتاعتك وهتبتدي ان انت تقفل التوكة بالشكل ده على الشوك بتاعتك. او ممكن تجيبي قصتك من اللي هو بتاع الفلوس ده او اي حاجة عندك ممكن ان انت تقفلي بها الشوكة. حلو جدا كده. انت كده عملتي حاجة حلوة جدا لو انت في مصيف او انت في مكان محتاجة الحاجة دي هتبقى اه ممكن ان انت تعمليها بكل سهولة زي ما انت شايفة كده دية مساكة ممكن تشيلي بيها السمكة او الفراخة او اي حاجة من الزيت بكل سهولة بديل المساكة دي بكده انت عملتي مساكة في البيت حتى لو المساكة دي عندك مقصورة ممكن تعملي بديلها بكل سهولة لو انت من الناس اللي بتشتري باكو الشاي كبير ده تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا تعمليها في باكو الشاي طبعا بنفتحه بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالشكل المعتاد وبنبتدي ان احنا ناخد منه بكمية اللي احنا عايزينها وبعد كده الكمية الباقية بتبقى بديلها مفتوحة وما بنقدرش ان احنا نتصرف فيها طبعا ولو دانيك المرتاح بالشكل ده ممكن الشاي يكريف او كمان ممكن يوع منك على الرخامة بكل سهولة طب هنعمل ايه تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا وبسيطة تقفلي بيها باكو الشاي بكل سهولة هجيبيلي كده يا ست الكل ولاعة وتبدأ ان انت او كبريت وتبدأ ان انت تمشيها على الطرف اللي انت فتحتيه بالشكل ده وتبدأ ان انت تلزقيهم بايدك بالشكل ده ما تخفيش خالص هو مش هي ما ببقاش في اي سخونية وبيتقفل معك بكل سهولة زي ما انت شايف كده فكرة حلوة جدا اعتمديها وجربيها تعجبك